بسم الله الرحمن الرحيم تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أهنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يتنقبرا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربك لعلا فأخذ الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا بالسماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أغساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك موتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اشتركوا في القناة